تحية طيبة لكم نهاري اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح بحيث كانت العظمى حوالي 23 درجة مئوية والآن الأجواء أقل برودة من المعتاد وحوالي 16 درجة مئوية والتواجد لغيوم متفرقة أما عن حركة الرياح فتكون شرقية خلال هذه الليلة درجات الحرارة الدنيا هي حوالي 10 درجات والأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة لنهار الغد ترتفع درجات الحرارة أكثر لتكون أحلى من المعدلات بحوالي 6 إلى 8 درجات مئوية بحيث تكون العظمى في عمان وباقية المدن الأردنية حوالي 23 درجة مئوية لكن التي نشعر بها فعليا هي حوالي 22 درجة أما عن الرطوبة فهي حوالي 40% وحركة الرياح تكون شرقية معتدلة إلى طبعا معتدلة والآن مع درجات الحرارة متوقعة خلال هذه الليلة وخلال نهار الغد نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد درجات الحرارة تكون في إربد خلال هذه الليلة 13 درجة مئوية ورأس منيف 9 درجات في جرش غدا حوالي 24 درجة مئوية في المفرق غدا العظمى هي 23 درجة الزرقاء 14 وفي شرق عمان حوالي 12 مئوية لترتفع غدا إلى 23 ومطار الملكة علياء الدولي حوالي 24 درجة في غرب عمان العظمى هي 23 كذلك الأمر في الفحيس وفي السويلح حوالي 19 درجة وتواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة في مرج الحمام حوالي 10 درجات وفي مادبة أيضا 10 درجات مئوية لترتفع غدا إلى 24 في مادبة والأجواء تكون معتدلة ودافئة في مرج الحمام حوالي 20 درجة والبح الميت ترتفع أكثر لتصل إلى 26 درجة مئوية الكرك العظمى هي 21 مع تواجد لغيوم على ارتفاعات مختلفة الرشادية 8 درجات وفي معان 10 درجات لترتفع إلى 24 درجة رأس النقب غدا تسجل 21 مئوية في الصفاوي 11 وفي رويشد حوالي 12 مئوية والأزرق حوالي 13 درجة واحتمالية لهطول الأمطار غدا في المناطق الشرقية من البلاد بإذن الله إذن لنهار الغد ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 23 درجة مئوية وليلا تنخفض إلى 11 درجة وأيضا تكون أعلى من المعدلات بحوالي 6 إلى 8 درجات مئوية ليوم الأربعاء تكون الأجواء معتدلة وحوالي 26 درجة مئوية فعلا تكون أجواء معتدلة ودافئة وأعلى من المعدلات في العديد من مناطق المملكة بحيث تكون العظمى هي 26 درجة وليلا تنخفض إلى 13 أما اليوم الخميس هناك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من المعدلات وتكون العظمى حوالي 22 درجة مئوية أيضا قد تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وليلا تنخفض إلى 9 درجات مئوية انتهت النشرة على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت